خمس أفلام تستحق المشاهدة موجودة على نتفليكس ومثل ما بحكي لكم كل مرة تقييمي للأفلام ما بيعتمد على تقييم العالمي للأفلام بيعتمد على تقييمي الشخصي وحسب استمتاعي بهذا الفيلم هل هو عجبني هل استمتعت فيه هل وصل لي الرسالة المفروض كانت تصلني ولا لا وهل حسيت بإحساس أني عايش بهذا الفيلم أو بالشخصية ولا لا وهيك أنا بكون قيمت الفيلم وعلى هذا الأساس تقييمي بيكون للفيلم قبل ما نبدأ بقائمة الأفلام ما تنسى تعملي سبسكرايب وشير وإذا عجبك هذا الفيديو عطي لايك فيلم رقم خمسة أثينا قصة هذا الفيلم لما تتفرج عليه بتحس حالك شايفه بمكان وقصة هذا الفيلم مو مأخودة من فيلم تاني أو قصة تانية خيالية أحداث هذا الفيلم بتحس صايرة حاليا اللي موجودة بفرنسا بمقتل الشاب أو الطفل اللي كان اسمه وائل من أصول جزائرية والمشكلة اللي صايرة بفرنسا والتمرد والاحتجاجات اللي صايرة هاي كلها بسبب مقتل هذا الطفل وهذا الطفل البريء مات على ايدين الشرطة الأحداث هاي اللي حكيت لكم ياها هاي اللي صايرة بالحقيقة وهلا رح حكي لكم الأحداث اللي صارت بهذا الفيلم وتحسوا الأحداث اللي موجودة بالفيلم بتحس الجزائرين اللي كانوا بفرنسا شافوا هذا الفيلم وحبوا يطبقوه بالحقيقة قصة الفيلم تتكلم عن ولد صغير قتل على ايدين الشرطة وهذا الولد الصغير عنده أربع أخوان فيه اتنين قصة جانبية ما كتير مهمة بالقصة يعني ما رح تعطي التأثير المهم وفيه اتنين هن أساس هدول القصة واحد زعيم عصابة والتاني ضابط بالشرطة أو له مكانة عالية بالشرطة فلما انقتل هذا الولد الصغير صار فيه تمرد بفرنسا واحتجاجات كبيرة أخوانه من قسمين لجزئين واحد تابعون التمرد واللي طالعين وعملين التمرد والعصابات كل ما اللي رجعوا حق أخوه بس بالطريقة غير الصحيحة أما التاني اللي موجود بالشرطة ما بده يطلع بالتمرد وعم بيحكي الأخوه انه هاد اللي عم نعمله غلط خلينا ناخد حق أخونا بالطريق السليم وبالطريق الصحيح عن طريق العدالة ومن عند هون رح يبدأ الفيلم الفيلم فيه إيجابيات كتيرة وفيه سلبية بسيطة أو هي وحدة بس ما تعتبر بسيطة تعتبر كبيرة بالنسبة اللي كانت خلونا نبدأ بالإيجابيات رقم واحد التمثيل كان جيد إلى حد ما رقم اثنين السينماتوغرافي تبع هذا الفيلم كان مو طبيعي كان أسطوري لأنه المخرج تبع هذا الفيلم قرر أنه يصور معظم المشاهد الموجودة بهذا الفيلم عبارة عن وان شوت أو لون شوت ما يعني لون شوت أو وان شوت اللي هو الشوت الطويل ما فيه أي تقطيع يعني رح يصور تقريبا مثلا عشر دقائق عشر دقائق عشرين دقيقة تصوير بدون ما يكون أي تقطيع موجود بهذا الفيلم لشخصية عم تمشي ويطلع ويدخل ويحكي ويضارب ويعمل كل شيء منذ ما يكون فيه كت أو تقطيع وهذا الشيء يعتبر جدا صعب للمصورين وللمخرجين لحتى يطلعون نهيك تحفة فنية وعلى سبيل المثال فيلم اكستراكشن 2 كان فيه مشهد فيه اكشن وقتال مدة واحد وعشرين دقيقة موجودة جوه القطار من دون أي توقف وهذا الشيء أخذ معاهن ست شهور بس لا يصوروا هاي الواحد وعشرين دقيقة اللي انتوا بتشوفوه بسرعة ما رح تحسو فيه فيعني هذا الشيء جدا صعب ويعطيه نقطة إيجابية كتيرة لهذا الفيلم الشيء السلبي اللي شفته بهذا الفيلم النهاية النهاية كانت غريبة ما فهمت تركتني بحيرة محالي إنه شو صار يعني أو ما كانت مناسبة للفيلم فبالنهاية الملخص استمتعت بهذا الفيلم متقييمي لهذا الفيلم رح أعطيه ستة ونص لسبعة من عشرة فانصحك تتفرج عليه بالذات مع الأحداث اللي صايرة هلأ بفرنسا رح تشوف منا فيلم بس طبعا مو متصليمي بعض هذا الفيلم وهذا الشيء حقيقي صاير لشخص توفى الله يرحمه فيلم رقم أربعة Outside the Wire ماذا تحسن؟ قصة هذا الفيلم تتكلم عن حرب أهلية صايرة بروسيا مع القوات الروسية والمعارضة الروسية وموجود كمان أوكرانيا بالموضوع وأمريكا كمان موجودة بالموضوع بس شو مطرح إعراب أمريكا بالموضوع هي فك النزاع بين الدولتين وحماية الحدود وهي الحرب الأهلية عم بتدور بسنة 2036 يعني بالمستقبل حيكون في زكاء الصناعي وحيكون في روبوتات رح أعطيكم شرح بسيط عن بداية الفيلم ما رح يكون فيه حر مهم بعدين كملوا أنتو بالبداية بيكون في واحد سائق طيارة اللي هي درون من دون طيار وبيحكولوا أنه لازم تقصف هالمكان بس إذا قصف هالمكان رح يموتوا اتنين من أصدقائه فبيجي أوامر وبتردد وما بيقصف بالوقت اللي أجاه فيه أمر فبعدين بيقصف وبموتوا منهم اتنين بس بيعاقبوه وبودوه على مخيم موجود بأوكرانيا ولما يروح لهذاك المخيم بتعرف على ضابط هو رح يكون مسؤول عنه رح يروح ويوصلوا أدوية لمنطقة موجودة بأوكرانيا ولما يروح لهذاك المخيم رح يتعرف على ضابط وهذا ضابط رح يكون مرافقه ورح يكون معه 24 ساعة ورح يعملوا مهمة مع بعض وهي المهمة رح يوصلوا دواء لمنطقة موجودة بأوكرانيا ومن عند هون رح يبدأ الفيلم الفيلم هاد الناس انقسموا إلى أكتر من قسم واحد ما عجبوا الفيلم أبدا وحكى عنه أنه الفيلم زبال واحد عجبوا الفيلم قالوا الفيلم كان ممتع وفيه أكشن وجميل وفيه ناس مثل حالتي بالوسط كانوا محتارين وليش أنا كنت محتار ما عجبني وعجبني بنفس الوقت أن الفيلم أول شي الفكرة تبعيته مكررة كتير حاس حالي كنت عم تفرج على ترمونايتر بس هذا الشي ما اعتبرته سلبيا كمان يعتبر شوي إيجابي لأنك عم تتفرج على ترمونايتر بس بطريقة محسنة وفكرة هيك بسيطة جميلة هيك شوي حاطين فيه بهذا الفيلم ورقم اثنين التمثيل تبع الشخصية الرئيسية اللي كانت موجودة بالفيلم اللي هو موجود بفيلم فالكون بتبع مارفل اللي هو اسمه أنثني كان تمثيله حسيته بارد وما عنده مشاعر كتير وما أتقن الدور مية بالمية فهذا الشي اللي أنا دايقني بهذا الفيلم وخلأني محتار كمان بس الشخصية التانية قلت لكم عنها اللي كان آخذ دور سائق الطيارة من دون طيار اللي هي درون كان تمثيله صراحة أسطوري وجبار والفيلم الحبكة تبعيده كانت نوعا ما نتباد ليست سيئة وليست هي أحسن شي متوسطة بعد الفيلم يعني أنا صراحة كنت شاكك من هذا الموضوع رح يصير وطلع صحيح بس في ناس بيحبوا يتفرجوا على فيلم أكشن واستمتوا على القتال وعلى الحرب وعلى هذا الشي فإذا أنت من هذا النوع فالفيلم رح يكون جميل بالنسبة إليك وتفرج عليه رح يصلح لك تقييمي الشخصي لهذا الفيلم رح أعطيه كمان من ستة ونص لسبعة من عشرة فيلم رقم ثلاثة The Night Coming For Us قصة هذا الفيلم تتكلم عن عصابة نزلت على جزيرة وهي العصابة بدأت تنزل على الجزيرة وتصفي كل الموجودين فيها وش يعني تصفي أنه تأتيت كل اللي موجودين جوا هاي الجزيرة فصار يقتلوا كتير من اللي موجودين بهذه الجزيرة والسبب وراء هذا الموضوع أنه فيه كان صيادين جوا هاي الجزيرة راحوا سرقوا مخدات من عند هدول العصابة فهذا كان رد العصابة أو عقاب العصابة لهذه الجزيرة ففيه شخص من هالعصابة كان قدامه بنت صغير وكان لازم أنه يقتله فالضميره كأنه استيقض من السبات اللي كان فيه ولف على العصابة وأتل كل اللي موجودين واخد هاي البنت وهرب معاها فزعيم العصابة عرف انه فيه شخص عمل هيك بعصابته وتمرد الفيلم صراحة جميل جميل بمعنى الكلمة وبالذات الاكشن الموجود فيه والقتال الموجود فيه مو طبيعي مدروس صح اذا انت بتحب القتل بطريقة شنيعة وبتحب الدم وهي الشغلات من الاكشن هذا الفيلم رح يصلح لك واذا انت ما بتحب هالشغلات لا تتفرج عليه لانه فيلم مليان دم الشي الوحيد اللي ما عجبني بهذا الفيلم ما بقدر اعطيه انه نقطة سلبية مية بالمية بس انه الفكرة تبعية الفيلم ما حسيتك كتير كانت اوية كانت ليست سيئة بالمتوسط وليست هي جيدة او فوق جيدة او ممتازة يعني بالوسط بتكون فلو كانت الفكرة لسه مدروسة صح او كانت الفكرة حاطين عليها اضافات اكتر من هيك الفيلم كان رح يطلع اجمل بكتير بس بالنهاية استمتعت بالقتال الموجود بهذا الفيلم والفيلم كان ممتع صراحة تقييمي لهذا الفيلم بعطيه سبع ونص من عشرة فيلم رقم اتنين هولد دا دارك هل تقوم بكتير من الموت؟ لا يا سيد اذا لم يكن لديه اجتماعات لك لم أرى شيء مثل هذا قبل المتوسط 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 لا 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 اللعنية اللعنية سوا المتوسط المتوسط قصة هذا الفيلم عم بتدور بمدينة صغيرة أو قرية موجودة بألاسكا وألاسكا معروفة بالبرد القارس الموجود فيها وبالبرد القارس دائماً منشوف أن الذئاب بتعيش بهاديك المناطق أو بالديبابة أو الحيوانات المفترسة من هدول النوع فبها المدينة في ولاد صغارة عم بينخطفوا وعم بيلاؤون ميتين ومقطعين بطرق غريبة فالمشتبه الرئيسي لمقتل هدول ولاد الصغار رح يكون الذئاب وبعدين رح تبدأ القصة عن اختفاء ولد صغير عمره تقريباً 6 سنين فأهله بيعينوا واحد خبير بالغابات أو بالطبيعة اللي بتخص ألاسكا اللي هي مثل ما قتلكم يعني تلجية وصعب حدا أنه يدخل جوه لأنه الجو بيكون كتير بارد فهذا الشخص بده يتتبع ويحدد الموقع وين هذا الطفل انخطف أو وين اناخد أو وين ما كان هدول الذئاب اللي عم بيخطفوا الولاد الصغار من هالمدينة ومن عند هون بيبدأ الفيلم الفيلم صراحة كان جميل جداً وستمتعت فيه بس بدك تعطيه شوية وقت لأنه بدايته رح تكون ضعيفة ما فيه كتير أكشن رح يكون بس عم بيحكونا على المدينة والسبب اللي عم بيموتوا فيه الصغار أو شو السبب يعني مو السبب الرئيسي اللي شاكين فيه بس بعدين بعد أول نص ساعة الفيلم رح يصير مليء بالأكشن ورح يصير كتير حلو وما تتركه من بدايته وعطيه وقت وعطيه فرصة أكتر شي أنا بحبه بالأفلام لما الفيلم يضحك علي أو ما يخليني أتوقع شو اللي رح يصير بالأحداث الجاي فهذا الشي لما يصير معي أنا الفيلم بعتبره مية بالمية يعني ناجح وجميل لأنه هذا هو هدف هذا الفيلم لأنه يخليك دائماً متوتر وعلى أعصابك وما عرفان شو رح يصير وإنت شاكك بشي ورح يصير شي تاني وهذا الفيلم فعلاً هيك سوا فيني خلاني أشيك بشي وصار شي تاني والسينماتوغرافي تبعاً هذا الفيلم كان أسطوري المناطق بألاسكا أي شي لو تصورها بتليفون نوكيا رح تطلع حلوة لأنه المناظر هناك خلابة ومدهشة بطريقة مطبيعية تقييمي لهذا الفيلم بعطيه سبعة ونص لثمانة من عشرة وفيلم رقم واحد دونت لوك أب والسبب اللي خلاني أحط هذا الفيلم بتصنيف رقم واحد عندي بالقائمة بسبب شغلتين أول شي طاقم العمل اللي موجود فيه خرافي بيكفي أعطيك اسمين وانت باقي أي شي بيجي تحته عادي رقم واحد ليوناردو ديكابريو ورقم اثنين جينيفر لورنس فيعني بيكفي هدول الاثنين موجودين عنا كشخصيات أساسية وكمان باقي الممثلين موجودين ترى أواية بس هدول بيكفوا يعني ما بدي أحكيكم الباقي لأنه كتار والشغل الثاني اللي عجبتني بهذا الفيلم الفكرة تبعية هذا الفيلم الطريقة اللي انطرحت فيه الفكرة تبعية هذا الفيلم كانت أسطورية وجبارة قصة الفيلم تتكلم عن اثنين من العلماء اكتشفوا فيه كويكب أو كوكب رح يضرب الأرض وهذا إذا ضرب الأرض خلال فترة بسيطة الأرض رح تتدمر ورح تنقرض الحياة عليها تماما فبيروحوا وبصير خبروا جميع الناس والناس كلها بهذا الوقت بطلت تهتم وكل شي تاخده بطريقة وكهيو مصخرة بتخبر فيه رئيسة الوزراء تبعية أمريكا وما بيعطوهن انتباه وبتخبر فيه الصحافة كمان ما حدا بيعطيهن سالفة ولا حدا بيعطيهن انتباه ومن عند هون بيبدأ الفيلم والفيلم هذا من إخراج المخرج العظيم آدم ميكي هذا المخرج عنده أفلام كتيرة مثل فيلم أنت مان وعنده فيلم كمان اسمه The Dictator بتكلم عن قائد ديكتاتوري حسناً دعونا نحن إلى ذلك هل لدينا بر inverهوميات نجاتك بشكل؟ لا what was the question؟ غريبين كتير ويعني كبار كتير بهيك فيلم وفيلم صراحة ما حسده كان محتاج كل هدول الممثلين العظماء بهذا الفيلم لأنه الفيلم يعني بتحسه ما محتاج هذا الشي ابدا بزات نيواردو ديكابريو دائما بياخذ أفلام من العيارة الثقيل يعني أفلام تايتانيك بتهذا الفيلم أسطوري ما تصير تحطه بعدين بفيلم سخيف مثل فيلم دونت لوك أب يعني بحسه رح يخرب سي في أفلام ليواردو ديكابريو من الأفلام العظيمة بس بالنهاية الفيلم صراحة كان ممتع استمتعت في الفكرة تبعيته جميلة مثل ما حكيت لكم فمنصحكم تتفرجوا عليه وبشدة رح تنبسطوا فيه ورح تستمتعوا بمشاهده وبالذات انه انتوا هلهم أجزينوا عم تدوروا على أفلام فهي القائمة رح تنفعكم وهذا الفيلم فيكم تتفرجوا عليه مع العائلة فلعند هون منكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو وإذا انت كنت من الأبطال والشطار فشغل الجرس يا عزيز الشاطر منشان يصل لك إشعار لما أنزل أي فيديو ويصل لك الفيديوهاتي أول بأول ومنشان تكون من أوائل الناس اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو وأشوف تعليقك وأرد عليك بالفيديو الجاي حسب فكرة الفيديو اللي مكتوبة بالكومنت أشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله